سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهر سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة فعزو الله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما الله أن يد من في كرب لا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا وأي خيل ضلالين بالطفوف عدد على حريم رسول الله فانتهك يوم بحامية الإسلام قد نهلت له حمية دين الله إذ تركا رأى بأن سبيل الغيم اتبعوا والرشد لم تدري قوم أيتان سلكا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمك العاصر الخام من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر ودكاء قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحدين غير الحسين شكا فما رأى الصيب للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربل سفكا قر واستقر يا دين جدي وبشر وطيب أنا الذي بشفيك من هالمرض والطيب واشعلتك يا دين جدي والأماجيد قلنا يا ابو السجاد بشكيلك مني يزيد قلنا أنا عندي دواء والجسم كيفيد أنا دخرني لكم داوي عالم الغير بيد نواي حسين بتعالج الجسمي ترى التي صعبا يبشي ما وسخمي قلنا بعالج جعلتك من فيد دمي ذبحي إلى الشيعا ولك أبدا مهوع قلنا أنا خاف ذبحك يا الولي يهدي مركاني وبقابليك في الحاير في مكاني قلنا أنا بذبحي بشايد لك مباني كلمة لف من ضمعي اندي أبدا ميخي ذبحي وذبح أهلي وشاباني ولبدور لازم أسوي لك اسام بالدهر مشهور وخلي الخلق تحجب فجيعة يوم عاشور هذا الأمر مكتوب لي من عالم الغير ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن أمنا بالله صدق الله العلي العظيم لفرج وسلامة مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال صل على محمد وآل محمد صحب العصر والزمان صحب العفو صحب العصر صحب العصر والزمان صحب العصر والزمان إن شاء الله حول العفة وأنها صلاح الفرد وصلاح المجتمع العفة ما هي بنظر أهل اللغة العفة أن يترك الإنسان ما يشينه يعني ما لا يجمل به لا يناسبه يعتبر أمر مستقبحا يصدر أمين أساتذة الأخلاق قالوا العفة هي أن ينقاد تنقاد غرائز الإنسان لعقله لأن العقل إذا قاد الغرائز صارت الغرائز معمرة نافعة إذا لا العقل صار أسير الغريزة صارت الغريزة مدمرة يعني شلون قد نضرب مثالي قرب الفكرة الإنسان الآن إذا شهوته هي المالكة هتلر لما رغبته في التوسع صارت المالكة صار عقل يخطط لإشباعها النهم والغريزة وتصنيع السلاح وقتل ملايين هذا هي تلر إذا الإنسان هو مثلا بيده بيت المال إذا ما يشباع له يوصل رصيدة 35 مليار ما يشباع ويفكر كيف يتحايل على القانون ويأخذ أموال الناس هو العقل هكذا إذا سيطر عليه توظف لصالح لصالح الشهوة لكن إذا الشهوة صارت بتحت حاكمية العقل حين إذن الشهوة تسير في المسار الصحيح فبها يحفظ النسل البشري وإلا إذا خرجت تدمر البشرية وتدمر ما حول البشرية الآن النقطة الأولى ما هو مراد الإسلام من الغريزة الجنسية لأن العثة في الروايات تطلق على غريزة البطن وغريزة الفرج وحديثي ما يتعلق بغريزة البطن لأن هذا موضوع آخر حديثي يتركز كله على هالغريزة المدمرة اللي الإسلام يقول عنها من تزوج فقد أحرز نصف دينه كأن صعوبة الإسلام نصفه في الغريزة الجنسية فليتق الله في النصف الباقي ورد في الروايات ثواب اللي ينضبط ويش تقول الرواية ممكن أول مرة تسمعها أو سمعتها قليل ركعتان يصليهم المتزوج أفضل من مو من ركب سبعين هذه كلكم سمعتونها واجهة أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره هذا المتزوج وهو ما يصوم المستحبات وليصلي الليل الرواية تقول ركعتين هل المتزوج يصليهم يصليهم أفضل من ذاك اللي يقوم الليل لأن الإسلام يستشعر خطورة من العزوبية يستشعر خطورة ولهذا لما كانت مريم العذراء سيدة النساء في زمانها بمدى ومدحها القرآن والقرآن كلام الله مريم التي أحصنت فرجها هذا الإحصان الإحصان على ثلاث مراتب مرتبة الدنيا وهي أن ما يزني ما يستمي ما يسوي الفواحش ما يعصي الله في الغريزة الجنسية هذه المرتبة أقل المراتب المرتبة الثانية ما يرتكب مكروه يعني شنو مكروه الآن إذا وحدة طافت يكره نطالعها من خلفها بدون شهوة مكروه مكروه نسلم على بنت شابه سلام عليكم نسمع صوتها مكروه اختلاط مع الأمن من الحرام مكروه كلها المكروهات ما يفكر يسويها أي مرتبة أعلى من مرتبة الأولى المرتبة الثالثة أعلى وأعلى ما يخطر بالشيء لا يرضى الله يعني على مستوى الخطورات الذهنية ومن ضبط وعلى مستوى السلوك الخارجي فقط مكروه حرام مريم التي أحسنت فرجها متوفرة على كل هذه المراتب نحن الآن نبقى نلحق على المرتبة الأولى نبقى المتزوج يملك عينا إذا طالع التلفزيون إذا طالع التلفونات إذا طالع السوق إذا طالع كذا لأنه واجد شكاوة وهذه الشكاوة طبعا موجودة من زمن النبي يعني الآن في الرواية النبي راكب دابة وادعمه ويا راكب وادعمه شاب والبني العباس الرواية تقول جاءت شابة تسأل رسول الله هذا سؤال وقفت للنبي تسأله وإذا بهذا وادعم النبي وراكب ويا النبي على دابة وحضة يطالع الشابة تسأل هي بعد شافة شابة طالحة قامت الطالعة النبي يباعد في وجهه وجهة عمه يقول شاب وشابة ما يؤمن يباعد في محضر الرسول طبعا سمعتم قصة من المؤمنين قاعد حول أصحابه وطافت مرأة جميلة فالرادارات كلها راحت عن علي وتوجهت من صوب المرأة اللي طافت واش قال المام علي علمهم طريقة للتخلص من طبع العين قال إن هذه الفحول طوامح وذلك سبب هبابها هيجانها ثم قال إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبتهم فليلامس أهله فإنها امرأك امرأة يعني شنو نقرب الفكرة فكرة كلنا مثلت يعني عادية بتحملوني هس لو أنا جوعان وقالوا لي واش خاطرك أقول لي والله خاطري الآن مثلا مجبوس هامون نتصل نقالوا مطعم ما يشيله شكله سكة الآن والحال ما فيه إلا روت وجبن قلتوا بان هاي إلا ما أحبه واش حين ما فيه إلا هو وقال يا الله جيبه واش أسوي أكل هالروت وجبن اللي يقول لي يا أخوي أخوك اللي استعجلت هذا الحصد تقلت به قال بس ما ليش هيتحبه وداك ما تحبه أكلت خلاص مني شبه على الإنسان ما يطيق حتى يتكلمه عن الأكل صح لولا واحد يقول يعني زوجتنا هي السندويشة جبن واللي في الطريق هي لا حبيبي أنا أريد أقول أن اللي يشبع ما يشتهي وإلا إلا في البيت كثير من أحيان أعفو أجمل من اللي في الطريق بس الفارق أن اللي في البيت لأنه حلال الشيطان ما يزينها ولأن اللي في الطريق حرام الشيطان يزينها وإلا هي مي أحلم هذه مشكلتنا فإذن يا حبيبي نريد نتكلم عن العفة فلنبدأ على بركة الله أول شيء نبدأ برواية عن فضل العفة الرواية عن إمامنا الباقر تقول إن أفضل العبادة عفة البطن والفرج شوف الرواية ما قالت إن أفضل الأعمال جعلتها عبادة وحتى شيخ بهجد عارف يقول لي نصحنا وش تنصحنا أفضل الأعمال شنو قال الذكر العملي ذكر العملي يعني شنو يعني لين الشيطان قال لك طالق طالق البنية جميلة اذكر الله ولا اطالق هيسمونه ذكر عملي مو سبحان الله لا مو ألفاظ أنا ذكرت الله وأعرط بوجع الحرام هاي ذكر عملي خلنا نشوف القرآن واش يتكلم عن ذكر العملي يقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن ما يذكر الله نقيد له شيطانا فهو له قرين شيطان إذا قرين يقول لي يقوم صل يقوم صوم لو يقول لي يفعل المنكر وفعل الحرام تعالي الطرف الآخر اللي يذكر الله إن الذين اتقهوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ممصرون ما يرتكب أي معصية أبدا اذ ذكر الله ولا يقع في المعصية إذن الرواية يقول أفضل العباد عفة البطن والفرج أفضل من الصلاة وغيرها هو الصلاة الله يقول أقيم الصلاة لذكر هذا هذا العملية العفة هي ممارسة الذكر العملي لكن مع ذلك أحب أقرأ رواية عن رسول الله للشباب لأن لليوم العصر عندي مآسي حب إلا تب بهذا وإلا ينبه هذه ومشاكل أسر لليوم العصر الرواية تقول من عشق عن رسول الله صلى الله عليه وآله من عشق قبل لا نكمل الرواية خلنا نشوف العاشقين واش يسوون الواحد مثل مجنون ليلة لما عشق شو سوى قام يجيب أشعار في بيت الناس قمي زوجت حتى تجيب أسماء اسمها وحتى لو زوجت تبقى عرضك وعرضها لا قاعد يتغنبها في الأشعار فهتك عرضها هذا واحد اثنين يتفقد مكان تواجدها إذا هي طالبة ثانية ويروح كل يوم يسير روح عندها شغلة في الأكل الوادي بعد يتكلم يتصل ما ما يترك الرواية شنو تقول يتقول من عشق فكتم مراح جاي يشعار في بيت الناس ويفضح سترها من عشق وكتم وعفه ما راح يطالع ما راح يتصل ويتكلم كل هالأمور التي لا تحل ما مارسها بعد بس متألم يوم بيتواصل إياها تقول وصبر كتمان وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة الله يحب الشاب اللي في قوة غريزته هو منضبط هو تائب هو راجع إلى الله ما يتمرد على حكم الله هذا الله يحب فإذا العفة يا حبيبي ركزت عليه الروايات ولا أريد أن أستعرض الكثير من الروايات حتى في الأدعية علمونا نطلب هذا الأمر ويش نقول في الدعاء الوارد المنسب لإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه ومنون على النساء أو على نسائنا بالحياء الحياء خليها حفيفة والعفة واحد يقول شوه الرجال الرجال بعد مطلوب منهم عفة لكن إذا انضبطنا النساء انضبط الرجال وهم بحصنهم مرة يتحرشوا إذا النساء كلهن ستورات ولا يختلطن بالرجال وكنهن لا يرققن صوتا ولا يبدين جسما ولا زينة وين يحص الواحد يا أصلي والرواية يقول كيف بكم إذا فسدت نساؤكم بدأ النبي بالمرأة لماذا؟ لأن المرأة عنصر الإغراء فتغرر ذكور كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف فالبداية انطلقت من عنصر الإغراء وهو المرأة الآن نجي إلى موقف الإسلام من الغريزة ويش منقفة؟ أول نقطة الإسلام اعترف بالغريزة كيف يعني؟ موعدنا رهبانية ابتدعوها المسيحيون القساوسة ما يتزوجون إلين يموت؟ نزين؟ الفطرة يمكن نبدلها الغرائز فطرية نقدر نغيرها لا تقديل لخلق الله ويش يصير؟ يصير كل يوم فضيحة قسم يتحرش بزوار الكنيسة يوم بمرأة يوم بأطفال لأنه عنده غريبة فإذا ما سمح له بالحلال يترصت ويبحث عن الخفاء ليرتكب الحلال ما يقدر يمنعها يوم الأيام جاءت وحدة الإمام الصادق قالت الإمام الزوجة متبت له قال له لو كان في ذلك خير لسبقتك إلى ذلك جدتي فاطعة تبت سبقين زهرة زهرة زوجت فإذا يا حبيبي عندها النقطة التي تقول بأن الإسلام اعترف بالغريزة لكن الإسلام يرى أن الغريزة لها إيجابيات كثيرة ولها سلبيات متى تكون إيجابية متى سلبية على وفق الشريعة الإسلامية إيجابية على تجاوز للشريعة تكون مدمرة قلنا نقرب الفكرة الآن تكوين الأسرة الإسلام يرى شيء مقدس ليش مقدس لأنه يحصن الزوج وحصن الزوجة ويخلق بيئة فيها مودة وطمأنينة وسكينة ويجيب درية صالحة لذا النبي قال تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يريد هالزواج تشوف الغريزة هي اللي تدعو للزواج لو تجي لشاف تقول لي ترى الزواج مسؤولية شايفة يعني مسؤولية تروح تشتغل وتجي تصرف على وزوجة وأولاد وهذا مريض وهذا ما أمريض تزوج خلاص نجفنا نجفت منذكرك ولا يوصل سن الزواج إلا هو قاعد عندهم ما يسولف وياها لين وصل داك اليوم لقلها وما أنت ميناو ترى ربعي كلهم عرسوا تفهم ليش هالشاميون كلهم بسطي إياها وإلا هو ما يقضي إياها ما تكلمي الوالد اللي خليش يا أغلى أم في الدنيا سيتعلم الطريقة اللي موزوج تعلم نغشش على كل حال بالشي يذكر في المعارف مر قاعد أصور ف قلت بعض اللقطات يشوفون يخلونا في المسجد في صندوق على جامل هاي غلط لأن تشريك الواحد يقدر يقول هاي هاي ها ساعة مالتي هاي والله مالتي وشاف وقال مالتي لكن نخشها ونقول لي ويش لونها ويش كده حتى في صدق ثم يعني معقول لواحد المسجد يبوك قلت لهم احنا نباقي لا يم الكعبة مول بالضبط باقي بس حطينا على الكعبة وانا مباقي هناك وجبت لهم قصة مرة واحد باقني بدكاء في الكعبة بس طلعت من التصوير قلت تعال انا علمت الناس شاف يبوك اتصلت للمخرج قلت احضف القصة احضف لواحد يبوك يقول انا ايه والله تعلم من شي غفلان شاف يبوك فالسلين موت تعلم مني شاف اتقول احنا الوالدة ودخل ناح وشي على كل حال فالمسألة ان الاسلام جعل الله خلق الغريزة حتى الزوج يرغب في الزواج والمرأة ترغب في الزواج وتتكون الاسرة اللي هي بناء أولى للمجتمع هذا واحد اثنين نجاح الغريزة في البيت الزوجي لها دور كبير في التماسك البيت الزوجي يعني احنا عدنا مشاكل يجينا المكتب سببها فشل فشل في الاشباح صراحة اقول لك انهم يقولوا احنا عدنا مشاكل وبنتطلق واجه قل لي مشكلة ثم مرت تقول صراحة هذا اناني هذا يشبع لنفسه ولي يكتكر في غيره ما تدر الصبر عليه بينما احنا طبعا عيب عدنا نجيب هالكلام فوق المنبار وعيب نتكلم كثير من الأمور ونجي ومشكلة الناس ضحية الايين ما تكلموا الروايات ما احد منهم قال عيب وحتى انا تتحملني الليلة وليلة باشر في نظرك انا قلت كلام عين شوف لما خول مرأة في زمن النبي هادي اختلفت يا زوجها وارتفع الصراخ بينهم فقال لها كلمة قال لها انت عليك ظهري امي احين هدأ اقبل مشكلة قالت لي انت احنا قلت ليه كلمة في الجاهلية خلاص ما احل احنا احين اسلمنا ما ادري حكم الاسلام شنو هو صاحب الجريمة قال روح انت للنبي احنا ما يقدر قاربها شرعة فراحت للنبي قالت يا رسول الله اني امرأة كنت اني كنت امرأة شابة مرغوب في جميلة فتزوجني الاوس ابن الصامد فلما خلاس اني كبرت في العمر ونفرت بطني جبت لي اولاك ظهرني قال لي انت عليك ظهر امي واشحكم رواية تقول قال النبي صلى الله عليه وآله لم ينزل علي في ذلك شيء القرآن وحي ما نزل قالت يا رسول الله انه لم يقل كلمة الطلاق ما طلق يتوب الحق الشرعي نحن عد نعيم الآن مرة جاء الطالب للنبي ولا قال لها النبي عير تالي قال لها النبي لم ينزل علي شيء قالت يا رسول الله ان لنا صبية ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم اليه ما عندي اصرف عليهم جاعوا الله واش قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وجاب القصة وسوها سورة وخلاها باسمها المرأة المجادلة وصار الجدال يقرأ مرأة الطالب بالحق الطبيعي الله خلاه قرآن الى يوم القيامة يتلف ما قال النبي عيب ولا الله قال عيب الله يقول ان الله لا يستحيي من الحق فأنا الآن اتكلم عن هالنقطة لان الشكاوى واجد ان الرجال يشبعون ولا يشبعون انانيين في هالمورد الرواية واش تقول عن المعصومين الرواية عن امامنا الصادق تقول ان الله اعطى المرأة الصبر عشرة رجال شفت الواحد اذا مادت زوجته حزين مقنقن واذا جاك الواحد عزيه حزين اذا جواح نخطيب سلم عليه قال لي عاد مو تستعجيل عندي يا كلمة راغ في الفاتحة اي ما عليه خلص اخد بورد قال لي اخوك انا ادري المسلم بله هواء انت انت من حين ما نطلع من الاربعين اللي انت حصت لان شي مرتب بينما المرأة قد ما يجيها زوجة اصلين قبل لا تتزوج تضل عانس وتصدر وتاعاتي طلقونها او اموت زوجها وعدها اطفال ويتقدم لها ناس بمستويات تقول لا امبو باليتامة عدها الصبر فالرواية تقول ان الله اعطى المرأة صبر عشرة رجال لكن شفت تكمية الرواية فاذا اثيرت كان لها قوة عشرة رجال الله جعل قوة شهوة المرأة ازم الرجل حتى يحفظ البيت وان عادة الرجال اصراخ وزمرات واش يصبر عليه الحاجة المتعددة الانحى منها الحاجة فالرواية عن امامنا الصادق تنهي ان واحد يقارب اهلك الطير شوف انا حي عيب اقول بس ما نصادق معيب خلني اقول بها الصادق يتنهي كالطير يعني شنو يعني بدون مقدمات الطير يجي خلص يمشي بدون مقدمات الاسلام يحفظ على المداعبات السابقة ليش الرواية تقول عن المعصوم تقول اذا شخص جاء مجرد اخذ حاجة ومشه غاية ما قام به بالنسبة للمرأة هو اثارها فاصبحت لها قوة عشرة رجال فالرواية تقول لو وجدت زنجي زنجي يعني عبد اسود شكل مو جميل من نظرنا لفجرت معه يعني تروح تسوي الفجور بسبب ان الزوج كان دوره ليس اعطاء الحق الكافي وانما فقط وفقط الاثارة للخطورة لهذا يا حبيبي الاسلام يرى ان نجاح الغريزة في البيت يساهم في تماسك الاسراء فاذا شفت فوائد الغريزة بعد هي سبب الذرية واللي نس واجد يعني لو لها لذة ما جابوا جهار والله سعاد يقول لك يا شيخ انه بس هل اثنين ابنية وقصد هل خمسة كلهم بالغلاط الحمد لله كثرت لا اله الا الله بالغلاط فهم راضي ها فيا حبيبي الاسلام يقول تناكح وتناسل فاني اباهي نبي اباهي بعدد اكبر ممن يشهد شهادتين فمن فوائد الغريزة تدعو لتشكيل الاسرة اثنين تدعو الى تماسك الاسرة لانه نجاح نجاح للحب بين الطرفين ثلاثة ذرية صالحة كل هذه الثمار الاسلام يريد للغريزة ان تتحرك في هذا المسار خلها تطلع عن المسار خل الرجال يروح طالع علاقات والمرأة علاقات تتصدع الاسرة بعد بعدين حتى اولاد ما بيجيبون لانه مو لازم استمر اياها انا عندي الان علاقات اياه غير هي تقول نفس الشمان بمنه جهال احب واحد ازيل منه فتتدمر الاسرة فالاسلام يعرف ان الغريزة في اطارها تنفع وخارج اطارها تدمر هذا الامر الاول بعد انجئ الان الى النظرة الثانية للاسلام للغريزة انها محل ابتلاء شلون يعني محل ابتلاء حبيبي الان البقرة عدها غريزة جنسية لكن احنا اولاد قرى ونعرف ان البقرة لا تريد الثور الا للتوليد فقط فقط في موسم تريد تريد ولد طلع اصوات هالا تريد وبعدين خلاص فهي مي في دائرة ابتلاء بالنسبة الغريزة اما احنا لا نقدر نخلي للتوليد وللحلال وللحرام يعني يمكن انسان يوظف هالغريزة دائرة ابتلاء الله قال انا هذي غريزة عطيتك اياها وهذا حلال طيب وهذا حرام الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين هذا حلال فمن ابتغى وراء ذلك وراء المملوك والزوجة فالذي هم العادون عدى الحدود وتخترب الاسر تتدمر وبالتالي يجيون اولاد من علاقات بوي وغير فرين والنتيجة مو في اطار اسره مو في اطار رحمة والدين يعني يفخخون المجتمع باولاد يعني صالحين لأي جريمة لانا مو ولدوا في اسره سوية متماسكة قائمة على الشرعية والمودة والحق الحين نبدأ النقطة المهمة و كم بدين أنا جيت سترق وبعت انتظر المستمع على اساس ما اظلمكم تعالوا من الاخير متى اخلص مو كم واحد ملول ما في ملول يقول لي يلا يا شيخ طيب طيب لا يا حبيبي اللي يرغب في الحديث يقول كلمة طيبة لكن على حساب اضعف من خلف الامام نبوي نصلي بصلاة اضعف من خلف الليلة ابدأ بنقطة هي عوامل تراجع العفة في مجتمعنا والليلة القادمة نتكلم عن خريطة الاسلام بالقضاء على اللاعفة نبدأ بالنقطة المهمة ما الذي اوجب التراجع في مستوى العفة واحد يقول يعني احنا مو زينين احنا زينين بس كنا افضل من جديد لو نرجع الى الوراء كان الشعب الايراني يكلمنا احنا الطلب يقول انتون حجابكم في الخليج احسن مننا اللبناني يقول ما شاء الله حجاب المرأة البحرانية افضل مننا احنا احنا لا هي تقول انا شفت في المناق انا شفت في كذا الايرانيان فاحنا تراجعنا كنا نحسد كنا نغبط على شيء فقدنا للاسف واحد يقول لي تحصل لي وحدة تلبس دفة يونقرض هالنوع انقرض قلت لي ما انقرض بس على النهاية على النهاية واجد صعب نحصل لي وحدة بالعباء الزينبية على كل حال نبدأ بالعام الاول العام الاول الذي ساهم في تراجع العرفة هو هو وسائل الاعلام تلفزيون وغيره واحد يقول واش هذا يعني يا حبيب احنا نتكلم من الاول يقول لا طالع افلام غربية طالع عربية ثم جدت المصرية بدعارتها قال لا طالع مصرية طالع خليجية عن التراث عن الاول احنا نقول لا طالع ما في شيء نستثني واش نستثني اقل شيء علاقات حبه ده صار اولادنا وبناتنا اضطرش الاب والام تعال كلم بتي عمرها عمرها 14 سنة اذا علاقة تقول ما تقدر تترك صديقها او حبيبها 14 سنة لان كل المسلسلات فيها الحب شي مفروغ مننا وصلوا كل مرة حينتكلمون عن الخليج يمثل تحت عنوان زن المحارم يعني يفتح العين حتى داخل البيت الواحد وبين المحارم ما نلح يعني فترة من الفترات انا ما كان عندي تلفزيون كل الناس الترشون للناس الى عن واش رأيت في مسلسل كذا ومهند انا ما ادري انا واش هذا يعني واش هو سأل زوجة يسأل النسوان جت قالت هذا يقولون مرسلسل في رومانسية طافحة يعني قلت ها ايه هذا اللي مخلي البنات ما يفارقون التلفزيون طبعا ما يجوز هذا يخلق تنشي غير دينية هذه يخلي المرأة حتى ما تقنع من زوجها لان هذا الممثل لا يمثل الفلوس كلام طيب يقوله تمثيل يمكن هذا وحش زوجتها خرب بيوت انا عجبني لقطة طرشوها مقطع فيديو مديع يقول كنا امة محمد صلى الله عليه وآله فصرنا امة مهند لما صار مهند هو مضرب مثل احنا عدنا هل خلل ان المسلسلات اثر علينا احنا يمدي الروح من المسلسلات بعد رسوم متحرك شوف الرسوم كل اللباس غير محتشم كلها السم يمزلط روح لتوم وجير اللي ما في كلام سنور وفاة الى طافة السنورة شوفوا ايش يصير انت طالع شوفوا ايش يصير يشتغلوا على أولادنا ويشتغلوا على شباب على حد كبار في السن يا منسوان تشتكي من رجل متقاعد تقول قعد متقاعد وصلى تقول صلى يعني كلها اشياء ميزانة طالع هاي مشكلة فوسائل الاعلام تشتغل شغل وتبث سموم بالتدريج لا لا هذا مسلسل يعالج مشكلة اجتماعية والله يعالج قضية ويخلق لنا عشرين مرض اجتماعي عشرين مشكلة اجتماعية يا هذا المام علي قال ما حيجيب لك الباطل وحده بتشوفه باطل ما بتقبله يمزج الحق بالباطل ليروّج الباطل انت شفت السوق اذا واحد بيبيعك فاكهة ما يخلي الامنهات فوق الولاد تحت تشتري السلة الكبار فوق اللي جذبتك ولا تجي البيت اللي تحت ما يصير يعطيك الباطل مرة واحدة وتصبح ما تقبله اللي يخدع بحقه فهذه المسلسلات حتى اللي اسمها تعالج قضايا اجتماعية هي ليست دينية فتنشر سموما من الجهة الاخرى هذه مشكلة وصرنا الان تعالي الاغاني الاغاني في الرواية الغناء رقي رقية الزنا يعني الواحد اول اسمع الغناء تعالي يزني ليش لان الغناء اللي احبش وخدش ومادري شنو غير جديد فاذا جينا لليوم الغناء يتكلمون عن مو الغناء الاول يصطف لك شم مصري وعن هذا مني يعزف وهذا مجود السماعي غني الآن يتكلمون عن رقص مجموعة من النساء بالاضافة الى ان المغني عنده واحدة مثل عشيقة ويقوم معها بحركات لا يتجوز هذه يعني ويش تتوقع شاب مو متزوج بيطالع هذه يعني انا نقل لي احد المؤمنين عن احد القضاة في الجمهورية الاسلامية هذا القاضي رجل كبير في السن ومعام وجابه له قضية ان هذا القين القبض عليه وكل يعني يشاهد اشياء خليعة وعنده الشرطة خليعة فالقاضي حتى يثبت الدهمة جابه له الى الشرطة وشغله مقطع واحد قال بده بنده يقول انا اولا ولد الحوزة ورجل دي وصلي نافلة فريضة وانا متزوج ثانيا وانا رجال شايق مو شباب شفت المشهد هذا كل يوم يجيني في بالي الصورة واطردها واستعيد بالله من الشيطان انا المتزوج الكبير في السن هذا الشاب مو متزوج يدي طالح على اللقطات وين المنفس وين ينفس عن نفسه يكون مصيبة فهي وسائل اللي موجد الاول يا الله يا الله اداعتين ثلاث قنوات عندنا الحين كل واحد يقول لك لا انا مركب لي هذا الاوروبي حق منار زين انت المنار ومخلي لنا ستمائة قناة وتقول لي المنار من تطلع واشي يصير من تقدر بروحك واشي يصير ما نأمن انت من الواحد يوفر وسائل المعصية تالي الشيطان ما عند عنا يعني اذا واحد يقول لي يقوم روح السينما مير بيقول لك كل غرفة وشغل الشيطان يكون مع وجود وسائل حرام شغلة اقال ما يتعب زايد يخذ نحن بسرعة فاحنا دي وسائل الاعلام اخذتنا الى الوراء واجد يا هذا السيد السستاني في نظره لا يجوز شراء الادش هذا اللاقط الا لمن يأمن على نفسه وزوجته واطفاله وضيوفه من الوقوع في الحرام وإلا لا يرخص له الشراء ها ايه يا سيد صعبة لكن احنا واش يساوي بعد حتى نعصد روحنا هذا السبب الاول سبب الثاني الاعجاب والانبهار بحضارة الغرب اذا قالوا المرأة في الغرب عدها حرية هاي حرية حبيبي حرية شهوة حرية جسد احنا البنات مستانسين انا سوينا لهم في الغرب طلعناهم ترى المرأة في الاسلام ملكة انا ما بجيب الان واش واش حقوقها في البيت زوجي لان الرجال يزعلون وده بجيب ما بجيب حقوقها اطول بس المرأة في الاسلام ملكة الحين احنا في البحرين الزوج ما يمبل لوحدة تشتغل وهو ياخد راتبها في بعض الاحيان وهو اللي يزمر وهو اللي سوي ساعد كيان اليها وهو اللي كذا هي راضية هي رايحة طيلة النهار تشتغل ويجي العصر بعد عليها التنظيف والغسال هي هذا اللي لصالح المرأة بس طالعوا اللي يقولون لصالح المرأة شوفوا والله استعباد جديد للمرأة حتى السفور هدم بيوت المرأة قبل الرجل هس العلم اليوم يقول خلوا فيه ابو ضبيق قبل كم يوم طرشه المقطع ان الرجل اللي الله خلقه يقدر يحب اكثر من وحده المرأة ما تقدر تحب الا واحد وبالتالي الله حلل للرجل اربع لعلمه بها الخلقة من زين اذا طلعتين سفور وخلينا المعايير لقيمة المرأة في جسدها وش بيصير وش بيصير بيصير ان المرأة صالحة الاستعمال مدة هلقت فقط تالي انتكس ومن نعمره ننكسه انتكست خلاص وش بيصير اجي البيت الزوجة قاعدة في البيت ريحة مطبخ وشعرها قاعدة من النوم لكن اللي في الطريق طلع الطريق حطى ذاك العطر وحطى ذاك المكياج الشيطان يقول هاي احنا وش بيصير يقول انا الله خلقني مدواق اكثر من مرأة بروح اهدم بيت الى اجل اللي شهر الطريق مو هذا الطلاق صار فلك يا ارقامه متى يوم صار السفور وصار كذا مصائب السفور ضد المرأة اولا وبالذات من ضمن المشاكل التي نجمت ضد المرأة لما قالوا لها ان القيمة في جسدها ان صارت المرأة حتى كلها قيمة لازم تروح صالون التجميل وصارت قرآننا كل قرية فيها كم صالون تجميل لان قيمة المرأة فيها اللي تحصلها ولما ولما صار صالون التجميل ما يصغر خشم ولا يكبر خشم صارت عندنا غرط عمليات عمليات تجميل ولما عملية التجميل بعض النساء يموتون فيها يقول لها يخطر عليش ممكن تموتين قالت الموت وأولى من ركوب العاري يقولون عني ميتة ولا يقولون خشم هداك الخشم كأن كذا كأن كذا شدي صار قيمة هي تضرر اليوم واحد صراحة ترشيون في حوزة مقطع واش هالمقطع المرأة مركب عليها براطم وعليه مكياج هو يقولي شوفوا وصلنا عقب ما رجعت البيت طبعا مقطع في ثواني قلعت البراطم اللي هو تركيب قلت هشوه لأن مسكينة دي المرأة إذا صار على الموضة اللي هو لحنا اليوم باطل واسع يوم ضيق باطل ونجوز وياه لكن يوم برطم كبير هو الموضة ويوم برطم صغير هو الموضة وبس هيدا شعر عملية تجميل وطالع من عملية تجميل دي مشكلة لا فإحنا نشوفهم ضحايا لكن من تتكلم قالوا أنت ضد حرية المرأة أي حرية حبيبي الحرية الإسلام مدح الحرية في كلام النبي صلى الله عليه وآله واش قال النبي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الحرية حرية العقل والإنسانية وحرية البعد البهيمي والغريزة اللي صاير اليوم حرروا البهيمية في الإنسان وقيدوا إنسانية الإنسان والإسلام يقول أنا دين الحرية الحقيقية يا هذا يا حبيبي إحنا أمام انبهار بحضارة في أخطائها في مجونها في رقصها في دعارتها هم يقولون الدراسة المختلطة دراساتنا أثبتت أنها أقل نتيجة علمية ما تعطي نتيجة علمية مثل إذا فصلنا الجنسين إذا خلطنا الشباب والشابات الشابات بس يتعدلون وينبون يرفتون نظر الأولاد والأولاد بس كل واحد ينبوا يكسب أكبر عدد من العاشقات وإيش نتيجة؟ على حساب الدراسة بينما لما فصلوهم شافوا الدراسة تقدموا فيها الأولاد والبنات فأحنا يا حبيبي ننقهر بشيء هو خطأ هناك مو مدمر عندهم هناك لكن هذا اللي وصلنا إليه بقية الأسباب نأجلها الليلة القادمة إن شاء الله خلنا نرجع إلى الإسلام نشوف حبابته الإسلام لا الإسلام لما جوا رتب العفة جل ناس كان عندهم رايات حمراء للبغاء للزنة للفواحش لكن لما جل إسلام ويش سوى؟ ما يحتاج يقيم عقوبة رب الناس على العفة من داخل صار الإنسان من داخل عفيف بدون ما في رقابة عليه ويخوفون بالحد الشري هو عفيف النبي عاش في المدينة رئيس الدولة عشر سنوات وليوم قضية زنة رفعت إليه لأن ربهم صح واحد من يصلي وستل عنده علاقية يا الله تلقائية يكره الفواحش إن الصلاة تنهى عن الفحشة يعني مو اضطرش أمر تقول يا فلالا لا تسوي الفحشة لا تخلي لا تأتي ولا تميل نفسه إلا إلى حب الله والعلاق مع الله فالإسلام ما يحتاج يقيم حدود في حد مرة وحدة قضية زنة صارت صارت مرة وحدة لكن تعال نشوف شو صارت واحد اسمه ماعز من الصحابة سولت ليه نفسه وزنه أحد شافه ما أحد شافه يقدر ينام ما يقدر ينام لأنه يروح يصلي ورنبي ما يقدر ينام وهو زاني وما أقام عليه الحد وجب نفسه برجلة للنبي قال يا رسول الله إني قد زنيت طهرني أقم عليه الحد حد راجم بتموت يعني النبي اللي ما يقر أربع مرات ما يقام عليه الحد النبي خب ما ينبيه شجع على الإقرار إذا سكت وتاب الله يتوب عليه ما يحتاج حد بس هاي ما يدري مو قادر ينام مو قادر عيش وهو زاني هاي تربية ما يقدر ليه نوقع ما يقدر يوم بيطهر قال لي يا رسول الله إني زنيت طهرني قال لي لعلك فأخذت تمكن ما زنيت قال لي وفتر النبي وجه مكان الوجه النبي يا رسول الله لا كان زنه زنيت النبي كحين يعرض عنه ويقول لعلك هذا ينبي يمشيه لا أصر أربع مرات أقر إحنا عدنا في الإسلام إذا واحد يقر أربع مرات الحاكم الشرعي يقدر يعفو عنه لأنه نادم ما جاء أقر لنادم لكن النبي قد يكون مو من المناسب يعفو عن أول قضية قال الناس تشجع تقول مدام مدام يسقطون الحكم خلنا نسوي شيء وتالي روح نقر والنبي بيقول له روح خلاص فمصلحة أن يقيم الحد أقاموا عليه الحد تجربة وحدة وهو من نفسه اعترف مو شهود ها تربية الإسلام عف عف لكن الإسلام قصب قصب الموقع الذي يحافظ للأمة على نقائها وين صار موقع الخلافة صار لغير علي بن أبي طالب وغير الحسن والحسين إلى أن وصل لما وصل إلى شخص يوسم بأنه يتحرش بالمحارم يعني بخالته وعمته وهكذا يزيد ابن معاوجة الآن يقول يقولون إلى الحسين مروان لما طلب من الإمام الحسين يبايع يزيد الإمام ما بايع يزيد وطلع من مجلس الوليد بما سمعتم في العشرة لكن يوم ثاني قبيل الغروب التقى مروان ابن الحكم بالحسين قال لي يا أبا عبد الله أطعني ترشد لك خير الدنيا والآخرة شوف خير الدنيا والآخرة قال لي هات لأرف قال لي تبايع يزيد ابن معاوية هاي خير الدنيا والآخرة حسين قال على الإسلام بالسلام بالسلام إذ بلية الأمة براع مثل يزيد هو المتحرج بالأحارم ويقود الأمة ويصنع انضباط في الأمة على الإسلام بالسلام وقرر الإمام الخروج وعزيز على الحسين أن يفارق قبور الأحبة قبر جده وقبر أمه وقبر أخيه الحسن لهذا أراد لتلك الليلة الأخيرة التي كان في المدينة أن يودع فيها أحبته بدأ بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله جاء وجلس عند القبر صلى ركعات إلى قبيل الفجر ثم جاء إلى قبر جده رسول الله اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك وقد حضرني من الأمر ما قد علمت وإني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا ثم هومت عيناه بأبي وأمي وإذا به يراجده رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه كتيب من الملائك عيمينه وشماله هذا والحبيب المصطفى فاتحاً باعه لصبطه ضم الحسين إلى صدره قبل ما بين عينه حبيبي يا حسين كأني بك عن قريب مرملاً بدمائك مذبوحاً بأرض كرب وبلاء من عصابتي من أمتي ولدي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وضمآن لا تروى بلا يا رسول الله لقد ذبحوه وهو يقول بحق جدي إني عطشان وهم مع ذلك يرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة حبيبي يا حسين إن أمك وأباك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إلى لقائك وإن لك في الجنان لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة لما سمع الحسين ذكر أمه فاطمة ذكر أبيه علي وما أطيب اسمهما على قلب ذكر الحسن التفت إلى جده ضمني عندك يا جداه في هذا الظريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح طاقبي يا جد من فرط الأساء كل فسيح فعسى طود الأساء يندك بين الدكة جد صفو العاش من بعدك بالإقدار الشيب وأشام الهم راسي قبل أبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحان وقد القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلها فاتخذ ذرعا من صبر وعزن سابغ ودع قبر جده وجاء إلى حيث قبر أمه فاطمة يا لها من ساعة لما قال أمه في أمان الله كأني بها حنت وأنت ونادت إلى أين يا ثمرت فؤادي لسان حال الحسين أمه إلى حيث مصرع أمه لقد أنبت المسمار في صدرك أما أنا فسهم له ثلاثة شعب في قلبي أمه لقد أضرموا بابك نارا أما أنا فتحرق خيامي على رؤوس بناتي ونسائي أمه لقد أسقطوا لك محصنا أما أنا فأذبح وقبل ذلك تقتل رجالي أولادي بل حتى رضيعي أمه لقد أخذوا بعلك ملببا إلى المسجد أما أنا فالحبال في عنق زين العابدين طرفوا الآخر في أعناق بناتي ونسائي اتمرغ على الرضا وقلب من الوجد ذاق عفر خدود ويح قلبي بداك لتراق ينادي عزيزك يا أبتو لمن الهضم شاق متحير بالوطن ما يحصل لهجع هلا تدموع أو لصاق فوق القبر صدرا يبشو ينادي في أمان بحزان الله يا زهر مكسور قلبي من الهضم والله جبرا ورد لي قبر خياء وقلبه بنار موقود خسر على قبر العديد ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعت الله هذا يا أخوي اللي علينا قدر الله سمك ذبحي من قبل تكوي اللوج وانت قضيت اللي عليك ابن المني حال جد رصتها وضاء اللي علي قصدي بها السفر يا أخوي الغادري عندي خبر من طلعتي للوطن معه خرج الحسين من المدينة نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه نسألك اللهم بهم أن تفرج لنا فرجا عاجلا قريبا كلمحا بالبصر أو هو أقرب اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا أرنا فيه قدرتك عاجلا فك قيد الأسرى والمعتقلين اشف الجرحى والمصابين ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم من على المطاردين بالأمن والأمان احفظ شبابنا رد عنهم كيد أعدائنا أيد وسدد علماءنا العاملين ونفس عن المكروبين واقضي لنا وللمؤمنين والمؤمنات بالخصوص من سألنا الدعاء حوائج الدنيا والآخرة وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والشهداء والخطباء ومن مات على الإيمان وموت الحاضرين والمؤسسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات اشتركوا في القناة